بش نهزكم بش نحكيه على بنية البنية هذي اسمها باية بن يونس هي مهنسة في الالكتروميكانيك يعني مهنسة متخرجة بشهيدها لكن نعرفه أزمة المتخرجين والأزمة متاحهم الكبيرة في الحصول على العمل هي ما وقفتش مشيت لحنوط بوها الأقديم اللي هو مختص في العجلات المتاتية وقامت بعادة يعني تهيئته وتهيئة متاعه ودخلت في الميدان هذية الميدان متاع التهيئة متاع الاسلاح العجلات المتاتية رغم صعوبة العمل لمتاحها والظروف لواجهتها الكل غير النبي بن يونس هي قصة شابة تونسية تحدت كل الظروف الصعبة ورفضت عقلية التواكل والبحث عن الشغل السهل وصنعت لنفسها طريق تكسب منه قوتها وفي نفس الوقت قوت أمها وفي نفس الوقت أنها تشغل في ناس معها هذوما الأعمال اليدوية اللي صعيبة والي نقوله هي بالتحديد للرجال المرأة تونسية دخلتهم والمرأة تونسية أثبتت الجدارة متاحة فتحية لبيا بن يونس المهنسة في الإلكتروميكانيك يعطيها ألف صحة لحقيقة معناها حل من الحلول بشويحد ما يقالش يستنى حتى آآ يشغلوه أحنا نسي ماكتعرف عجلة تنقب مشينا حولا والله مش نسي الكل راوة حكي على روحي للأمانة معناها ما نيش من نوع الدلول والشاقنيس ودرشنو ولكن أمور عجلات وأمور كرهب لحقيقة أنا مرة في الوتروت كرهبة كبيرة زيدا معناها في بالي بش نعاونها وقفت بحضيها دقيقتين حشمت على روحي ونرمال مو قلت لها أنت تلقى راجل تتفاشل وعجلة تقف أنت تعاون ومعناها تاك 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 تقول متاع فورميلا لا فما نسي ما اي وانت شعندك لحمودة فماش بوزيتيف أكثر من اللي بش نحكيه اليوم ما نصورش هذا بوزيتيف في المستقبل على الأخر الطالبة مريم العليني المسؤولة على كيب متاع الأرشيتيكتور في جمعية تونسية الفضاء عملت أول أطروحة ماجستير في الهندسة المعمارية الفضائية غير ما تشرق الهندسة المعمارية الفضائية متاع منشأة نسميها منشأة هنا وما نسميها مستعمرة فضائية في المريخ كنا نحكيه مستعمرة فضائية في المريخ راو أرشيتيكتور راهي حاجة معقد ما بين الماء ما بين البني وين بش تزرع ما بين البني ما بين خطر يصير وعواصف ما بين الانيرجي كيفاش وكل شيء معناها مشروع منشأة متكاملة صالحة للعيش في المريخ واللي هي فكرة باهية بالنسبة للتوانسة الكل اللي خارجين من تونس لعلى القدام ربي حلنا باب للمريخ نعم ميشور للمريخ نعم نعم نعم